خرج المئات من الإيطاليين من سكان مدينة فينيسيا أو البندقية إلى شوارع المدينة العتيق وازقاتها احتجاجا على عدم قدرة المدينة على استيعاب عشرات الملايين من السياح الذين يزورونها سنويا المظاهرة نظمها مجموعة جيل تسعون وحملوا عربات الأطفال والتسوق في إشارة إلى أمتاع السياح وعبدوا إحباطهم بسبب ارتفاع عدالهم نحن في صف فينيسيا وسكانها وعليك الذين خرجوا منها يريدون العودة إليها ويزور البندقية سنويا نحو 34 مليون سائح عداد فاقت استيعاب المدينة وقدراتها على تقديم الخدمة اليومية أكثر من ألف شخص يشاركون بعربات التسوق حظين بمسيرة رائعة في السوق استعادة المدينة والإشارة إلى الوحدة بين كل هذه المجموعات وهيئة المواطنين هذه مدينة موجودة ونريد لها أن تقاوم هي بحاجة لطبيعتها وأعمالها اليومية نحن هنا ونريد أن نستمر بالعايش هنا وارتفعت الأصوات في الأشهر الأخيرة من سكان المدينة الأصليين ضد تدفق سياح غير طبيعي بحجة أنهم لا يحترمون غالبا المدينة ولا قاطنها شكرا